إذن نتابع لهذا المستجد يحضر معنا هنا في الأستوديو أحمد حسن الشرقاوي المتحدة تارسمي باسم المجلس الثوري المستحسن ماذا عن هذه الصور عن هذه العملية في ليبيا تطالت مجموعة من المصريين الأقباط تحديدا يعني الحقيقة نحن نتقدم بخالص العزاء لأهالي وهؤلاء الضحايا الموجودين في ليبيا ونحمل سلطة الإنقلاب المسؤولية عن هذه الأرواح نتيجة لسياسات هذه السلطة الخرقاء في التدخل في أشياء الليبي طبعا هذه في النهاية جريمة لا يمكن قبولها وبالتالي لا نستطيع أبدا إلا أن نتقدم بخالص التعازي لأهالي هؤلاء الضحايا ونحمل سلطة الإنقلاب وعبد الفتاح السيسي المسؤولية عن هذه الجريمة الجديدة لأن سياساته وتدخله في أشياء الداخل الليبي أدى وسيؤدي إلى المزيد من مثل هذه الكورس سيد أحمد نتابع هذه الصور كما ذكرنا قبل قليل لمجموعة من المصريين الأقباط الذين كانوا يقيمون في ليبيا الذين قام تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا بإعدامهم ذبحا حيث أظهرت صور نشرت على الإنترنت تنظيم الدولة الإسلامية وهو يعدم واحدا وعشرين قبطيا مصريا كانوا مختطفين في ليبيا منذ أسابيع هذا وكانت السلطات المصرية أعلنت خلال الأيام الماضي أنها شكلت خلية أزمة لمتابعة الأنباء المتضاربة بشأن اختطاف الرعاية المصريين وإعدامهم كما تظهر مئات من أهالي الضحايا في القاهرة متهمين السلطات المصرية بالتقصير في متابعة مأساة أبنائهم